قال عليه الصلاة والسلام وكما في الصغيحين من أنفق زوجين في شيء من الأشياء دعية من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدق وإن كان من أهل الصيام دعية من باب الرياة فكيف يكون هناك إنفاق في الصلاة الإنفاق في الصلاة أن يبذل الإنسان نفسه وأن يحبسها لله عز وجل فهذا وجه من وجوه الإنفاق في الصلاة